وعشان نحاول نعرف سوى الحقيقة على ترانز ومدى خطورة اللي حصل هيكون معنا دلوقتي على زوم الأستاذ أحمد والي خبير الأمن المعلومات وشبكات الاتصالات أهلا بك يا أستاذ أحمد مساء الخير يا فهي حضرتك الحمد لله حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله تحياتي من حضرتك وكل جميع حضرتك المفترض مرسي ربنا يخليك دلوقتي أنا عايز أعرف من حضرتك هو ايه اللي حصل في القصة دي؟ اللي حصل ببساطة أن كل شركات اللي تحصل بالجتمعية أو كل المنصات كل فترة بتعمل داي مسح كده أو سكان لكل المشتركين اللي عندها عشان تضمن المشتركين اللي عندها مشتركين حقيقيين وليسوا مشتركين وهميين يعني ايه مشترك وهمي؟ يعني مشترك مش قاعد وراه بني آدم يعني أنا الحساب بتاعي مثلاً اسمه أحمد والي فأنا فيه شخص حقيقي قاعد ورى الحساب ده اي حساب عند حضرتك عند اي نحط تعرضيه فيه حساب وراه شخص قاعد الحساب الوهمي هو حساب وراه برنامج كمبيوتر مش وراه إنسان حقيقي الشركات التواصل للإعلانية عايزة تضمن أن كل حساب وراه إنسان حقيقي مش وراه إنسان آلي أو وراه برنامج كمبيوتر هوني بشغلات بالضبط فده حساب ده تعريك الحساب الوهمي ليه؟ لأن هم عايزين شركة المنصات دي بتعتمد على الإعلانات ده مخطر رفع فبناء تكسر فلوس فعايزة تضمن الإعلانات لما توصل للحسابات توصل الأشخاص حقيقية يشوفوا الإعلان ما يبقاش إنسان آلي أو برنامج مو اللي يشوف الإعلان فبتالي الإعلان ليس يبقى له أي قيمة فقيمة الإعلانات هتقلت أن المعلنين هيتبطالوا يعلنوا عن فيسبوك أو الشركات التواصل فاللي حاصل أن هم كل فترة بيعملوا مسح كده ببرنامج معين يشغلوه فيقدروا يكتشفوا بي الحسابات الوهمية واللي حاصل الرقم من بليار وستمائة مليون ده ده رقم يعني موش كبير ده بيتكرر كل كورتر أو كل تلات شهور بيعملوا المسحة دي فكل تلات شهور تقريبا بيشيله مليار ومشترك وهم ومد غير الحسابات الوهمية اللي بيمنعوها أصلا والناس فتحاول تعملها يعني في ما سوmie بتحاول تعمل خساب الوهم هم بيمنعوها من أور فيه حاجات بتاعتني منكم فكل تلات شهور بيعملوا المسحة دي وبيفلطروا الحسابات الوهمية دي بقيمة مليار وأكثر في كل ثلاث شهور فالرقم معتادي يعني مش رقم كبير الحاصل المراتي ليه بقى الحسابات تحت الناس وقعت عكس كل مرة أو الفولورت قاله عكس كل مرة طبعاً أنا زي بحرك قلت هم ما فيش أي تصريح رسمي من فيسبوك عن كلام لكن هنقول ده كديراً لشغالين في المجال هم شغالين تستخدموا برنامج علشان يعمل الباس عشان دايماً يقولنا يعرف حسابات الوهمية غالباً البرنامج اللي بستخدموه أو اللي هو الرقمات اللي بستخدموها حصل فيها بق والبق ده عشان أساحل المشاهدين يعني هو إن البرنامج اللي شغال بيعمل حاجة غير اللي مضحوبة منها يعني مثلاً لو بالتبسيط مثلاً أنا ومعايا لدسائل عربية ومسك الطارة بتاعت الدريكسيون لما بحاول بأعمل الطارة يمين متوقع أن العربية تروح يمين فبعداً ما العربية راحت يمين هي راحت يمين بس مع راحت يمين كمان هو كلف سيشتغل أو راحت يمين والعربية تروح منها يعني عملت حاجة غير اللي نعايز تروح بالزبط فده طرصية البق عشان الناس تفهمها موضوع بساطة ينظر نقول إن هي زي ما تقول حضرتك غلطة منهم يعني؟ نعتبر إن دي كانت غلطة من عندهم يعني؟ آه بالزبط غلطة من عندهم يعني هو طبعاً ما فيش تصريح رسمي بس طبعاً البق ده بتبقى غلطة في المبارمج نفسه اللي عمل البرنامج بدل ما يحدد الحسابات الوهمية بس راح داخل في الحسابات الوهمية والحسابات الغير وهمية كبيراً فبالتالي راح شال كل الفولورز الفولورز كتير من عمد الناس كتير فرح أخذ الوهمي والغير الوهمي وشالي والبق طبعاً من الحاجات اللي بقى لها علاج عشان كان الحسابات راجعت في خلال ساعة أو ساعتين الموضوع يتحل وكانت تاني زي كان الأول فيعني الموضوع خلاصة من السيطرة عليه والحاجاتين يرجعت ذلك طيب أستاذ أحمد الحسابات الوهمية دي ممكن الناس تكون بتتخدمها في ايه مثلاً؟ هو فيه دراسة في أمريكا أحد موقع عملتها دراسة طريقة كتيراً على 1,000 مشترك في أمريكا سألوهم هل انتم عادتوكوا حسابات حساباته الأساسية حسابات الوهمية مثلاً فلما النص العدد اللي تعام عليه الدراسة حسابات الوهمية فالبقى أسمية أخرى أسمية مستعارة ما بيستخدموهاش في حياتهم الحقيقية لكن بيستخدموها في حاجات تانية فلما سألوهم في الدراسة أنتم تستخدموا الحسابات الوهمية دي ماذا؟ الإجابات كانت كالآتي أول حاجة أن أنا عايز أقول رأي بصراحة على السوشال ميديا من غير محد يعرفني من غير محد يقولي وطبعاً رأي ده قد يكون بقى رأي حقيقي رأي سياسي رأي تنمو مثلاً أخش أتاري أو أستطادر طيب الناس ما يحصل على الفيسدوك أتنمو على الحد من غير محد يعرف أنا مين فبالتالي أنا عايز أخش على الفيسدوك أتعامل ومحدش يعرف أنا مين السبب الثاني هو التجسس إن أنا أتجسس بقى بكل أشكال للتجسس سوى أفراد على جهات جهات على أفراد أفراد على أفراد الشخص عايز يتجسس على فورفايل شخص تاني من غير محد يعرف أنه هو دخل عنده فيبتد يعمل حساب واهمي يبتد يعمل آد للناس أو يبتد يعمل خوله للناس المشاهير مثلاً مهمة قوي وده اللي غالباً أننا ستتلجأ لها عشان تزاود الفولورز كتير إن أنا عايز أزاود اللايكس من المشتركين والفولورز عندي على صفحة معينة ففيه أقعد أعمل حسابات وهمية ومن الحسابات الهمية دي أعمل لايكس وتقوله للصفحات بتاعتي علشان أزاود عدد المتابعين وفي ناس محترفة في الموضوع ده يعني في ناس شركات متخصصة أنها تعمل بالألاب وملايين فسابات دي تبيحها للعين يعني كمان بيكونوا شركات يا أستاذ أحمد مش بس أفراد آآآ يعني في مواقع الإنترنت ممكن لهم عايز أشتري منكم مثلاً مليون فولور مثلاً فهو عنده بيبيع من حسابات وهمية علشان يبيع للفولور طبعاً مشكلة الموضوع تاني بيحصل المسح ده كل ده بيروح وما بيزرش يجب للحسابات الحقيقية بس الحاجة بعد كده اللي هو قاله إن الحساب الواحد ممكن يستخدمه طبعاً في الخداع والنصر واحتيال شخص تاني يعني ممكن واحد مشهور يلاقي الحساب على الفيسبوك وهو ما يعرفش عنه حاجة وناس بتتكلم بلسانه في ناس بات في الموضوع ده على إنه تهريج في ناس بتستخدمه للنصب على ناس تانية في يعني دي الأراء اللي هي يعني اختصروا فيها ليه بيعملوا حسابات بخير طيب إزاي نقدر نحمي حساباتنا وأعداد المتابعين بطوعنا عشان ما يحصلش اللي حصل ده تاني هو مبدئياً اللي عنده متابعين حقيقيين ما يلاقش لأن المسح ده بيشيل المتابعين اللي مش حقيقيين فأي حد بيحصل على متابعين بشكل غير يعني غير قانوني أو الليجال يعني ده ده اللي يقلق وهو ده اللي يجري عليه عملية المسح لكن غير كده عادتوا حسابات حقيقية ما يقلقش لكن ممكن ناخد الاشتاءات ده شفقة إزاي عزاي أحمي حسابي يستعمل إزاي أحمي حسابي محدش يختارك وحب يخش بأي إزين في الحساب بتاعك دايماً اللي أقول عايز تحمل حساب بتاعك في شوية عوامل كده أول حاجة بتعكفتش على اليوزر نيم والفاستور بتاعك فقط حاجة اسمها توفات روستيكيشانية بعد أن تدخل اليوزر نيم والفاستور بتاعك دايماً الملصة تبعث لك رسالة على الموبايل أو على الميل تتأكد إن انت صاحب الحساب ده في الفاستور لو حد اخترافها ده هيبقى ليك خط دفاع تاني الحاجة الثانية دايماً تخط نسخة من الملفات المهمة بتاعك سواء على الموبايل أو على اللابتوب علشان لو حق عمل اختراف اللابتوب أو الموبايل بتاعك ممكن يشفر الملفات بتاعتك ويطلقوا منك تندوس عشان يفك التشفير ده يقولك إذا مش هتشوف ملفاتك تاني إلا لو دفعت لي فلوس ساعتها أنا الأواخد أعمل الملفات المهمة بتاعتي أمسح كل ملفاتك ونزلتها تاني من الأول حتى مش هتأذي بحاجة زي كده ما تفتحش أي نينكة أو صورة جاية لك من المصدر المجبول ده مهم جداً ولو حتى حتى من أصدقائك بعت لك حاجة اتأكد منه الأول أنه هو فعلاً بعتها لك وأنه هي صورة فعلاً هو عايزة بعتها لك مش حاجة بعوطعة من عنده وقصباً عنه ما تنزلش برنامج من بره المنصة الرسمية أو بره الستور الرسمي يعني لو إنت عندك الموضوع بتاعك من نزل من أبل ستور أو من جوجل ستور ما تنزلش برنامج بره المنصات يعني لو جالك لينك قالك الابليكيشن دي اللي بي نزلها بيكسب مليون جنيه نزل الابليكيشن من اللينك دي عفل تكسب ما فيش حد بيكسب مليون جنيه لما جيه طبعاً أي كلام اوه فما تنزلش برنامج من بره الستور الرسمي بس آخر حاجة لو فيه اوب ديتس على الموبايل انتزل في علاته يعني اي الموبايل لو يقولك فيه اوب ديت جديدة لصفة موبايل أو اوب ديتس في الابليكيشن على طول نزلها وتأخرش ان دي بتأكل الصغرات الأمنية اوه احنا فيه ناس انا واحدة منهم عايزة اقول لحضرتك ان انا بستنى لحد اخر اللحظة بابتكر ان كده انا يعني كده انا شطرة يعني لا 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 بقاول بقاول على طول عشان دي بتأكل صغرات وبتأكل اللي هي قلنا عليك الاول دي اللي هي خلل في الاداء يعني اوكي طيب لو الموضوع كان فعلاً كارسانة هل فيه طريقة ان احنا نحمي نفسينا منه خصوصاً ان فيه ناس عندها حسابات فيها متابعين بالملايين هو اللي حصل ده يعني خلينا ندفع ان شركة فيسبوك عندها دفاعات أمنية قوية جداً يعني شركة بحجم فيسبوك دي لازي كونها خط أول وتاني وتالت ورابع في الدفاع عن المعلومات والبيانات اللي عندها فماش من السهل ان الحقي يختارك في فيسبوك وان كان حصل قبل كده لكن الهكر اللي هيختارك في فيسبوك ده لازي يكون هكر قوي جداً ومتمكن جداً فان هو يختارك كل دفاعات في فيسبوك ويبعض الحوة والعلم يختارك في فيسبوك وبعد ما يخش يعمل بس تغيير في عدد الفولورز يعني النتيجة مش متماشية مع قوة الهاكر فأنا مستبعت أنها تكون قرصانة أصلا لأنه لو قرصان قوي بالقوة دي مش هيخش يعمل تغيير البسيطة هيخش يعمل كارسة أكبر من كده أكتر أقول إنه هو وصل لغاية جوا لغزون الشديق قرصانة لكن إحنا بقى على حساباتنا أنا زي بقلت أحضرتني شوية الأحاجات اللي قلتها من شوية دي هتقال لحسابات حقيقية مش وهمية ما لقلتش يعني المشكلة دائماً هتقوط في الناس اللي عندها حسابات وهمية زي أحدك قلت في المقدمة إنه يوجد بعض الموقع الإخبارية مثلاً مثلاً واشن بوست أو نيورك تايمز عادل متابعين عندها قل لكن قل بنسبة بسيطة يعني مثلاً نيورك تايمز عندها 18 مليون بتابع اللي قل عندها حوالي 11 ألف 11 ألف من 18 مليون نستا لا تنسكر يعني طبعاً تتأثرك واحد عنده مليون متابع منهم 900 ألف حسابات وهمية اللي هيتأثر طبعاً طول ما الناس عندها لفولورز وبيحبوهم وبيحبو يتابعوا أخبارهم ويتفعلوا معاهم يلاقوش إن شاء الله من المشكلة إن شاء الله أستاذ أحمد ويلي خبير أمن المعلوميات بشكر حضرتك جداً على المداخلة دي شكراً يا فائد شكراً وبكده تكون خلصة فقرة سكوب